اشتركوا في القناة اول شي بدي اشكرك انه جبتنا ميدارة ذهبية طبعا احنا منحتاج لهاي المواهب في الرياضات المختلفة خاصة رياضة كمال الاجسام اللي منعتبرها يمكن من النوادر الموجودة مش بس في الاردن في الوطن العربي بشكل عام خاصة يعني في هاي البطولة بالتحديد ما شارك ولا دولة عربية ما شاركت في هاي البطولة ولكن انت شخصيا روحت مثلت لاردن بس قبل ما نحكي عن بطولة كأس ليش بحكيها كأس العالم بطولة العالم لكمال الاجسام العام الماضي نحكي عن بدايتك انت بديت عمرك 15 سنة في كمال او رياضة كمال الاجسام نعم بديت كان عمري 15 سنة دخلت طبعا كشخص عاد بيمارس الرياضة بطريقة عادية على عمري 17 شاركت اول مرة كانت بطولة المملكة للناشئين على وزن تحت 75 كيلو جرام وجبت المدالية الفضية يعني كنت هاوي في البداية هاوي نعم جبت المدالية الفضية اشتركت مرة تاني بسنة ال2007 بطولة المملكة للناشئين وزن فوق 75 كيلو جرام برضو جبت فضية بهذه السنة عرضت نفس البطولة نفس البطولة بطولة مملكة المفتوحة بسموها للناشئين بهذه السنة عرضت على الاتحاد الاردني اني اشارك ببطولة العالم للناشئين لهم تحت عمري 21 سنة نعم كان عمري 20 سنة عشان هيك للناشئين نعم لانه فوق 21 سنة بتصير فئة الرجال اسمها ووقتها الاتحاد شوي ما لقيت منه يعني الرياضة هي شوي مكلفة كان المبلغ المقدم شوي قليل يعني ووقتها عرضوا على مبلغ يعني بتقدر تحكي كثير قليل يعني تحكي متواضع 60 دينار بالشهر وين كانت البطولة تقام؟ البطولة كان بدها تصير ببودابست بهنغاريا مثلينها طبعا دول العالم كاملة فوقتها انسحبت وما قدرت اشارك لاني كنت طالب جامعة وهذا وما بقدرش اتحمل تكريفها لحالي يعني ومن هذيك السنة حتى وقتها لانه دورنا وقتها على سبونسرز وعلى داعم وعلى شركات انسحبنا من الرياضة كاملة يعني وقتها اها ممكن هلأ عم نعرض لك هاي بطولة العالم لكمال الاجسام هاي السنة الماضية كانت مش بطولة هذيك ما شاركت فيها اللي هي بطولة العالم للناشئين لا بطولة العالم للناشئين ما شاركت فيها انسحبت انسحبت طبعا لانه ما كانش في القدرة المدينة اشارك فيها وكنت طالب جامعة وطبعا ما عندكش امكاني انك تسافر على بودابست طبعا ولكن يمكن عندك مراحل الاستعداد اكيد تستعد قبل اي بطولة زيت احكينا عن هاي المرحلة اكمل شهر تستعد قلتلي في مرحلة تنشيف ومرحلة off season طبعا كل سنة هو بختلف الواحد حسب طبيعة جسمه حسب كيف تحضيراته كانت السنة اللي قبلها بس يعني بشكل عام يعني لبطولة العالم هاي اللي شاركت فيها كانت فضرة التحضير كاملة تقريبا عشر شهور ست شهور كانوا منهم احنا بنسمى للوف سيزن او حاولة رفع الوزن وزيادة الكتلة العضلية قدرة نستطاع يعني اخر شهرين كانت اللي هي مرحلة التنشيف ايش يعني التنشيف التنشيف اللي هي انك انت تحاول توصل للمرحلة اللي زي ما انت شايفي بالصور انه ما يكونش تكون نسبة الدهون عندك باقل ما ممكن يعني توصلها لأقل درجة ممكنة اللي هو حتى اخر فترة المي بنطلعها من الجسم الزايدة الدهون بتكون نسبة الدهون يعني عندي هون كانت 5.6% هي هذه مرحلة التنشيف اللي هو انك انت تحافظ على اكبر كتلة عضلية ممكنة بالنسبة الدهون ولكن بعد ما طبعا انت مروحتش وشاركت في بطولة العالم الناشئين في بودا بس بالعام 2007 اعتقد اكتأبت بعديها ايش عملت؟ والله اه اكتأبت بعديها وقتها احنا طلبت الدعم انا ما شفت الاتحاد مش عم بقدم مبالغي المطلوبة يعني وقتها طلبنا دعم من الشركات الخاصة والعام والأفنة على كل الشركات للأسف وقتها نرفض الطلب من كل الشركات بحجة انها رياضة فردية اهه فمن وقتها قررت انه انسحب منها الرياضة لانه تكاليفها كتير عالي انت بتحكي بألفين دينار ألفين دينار بالشهر؟ ألفين دينار لألفين خوسمية شهري انت عم تحكي هاي اكل ورياضة؟ هاي اكليف من من قديش بتاكل باليوم؟ اه يعني انا بعمل باليوم 8 وجبات 8 وجبات؟ 8 وجبات طبعا يعني من الستة الصبح لتناشبه كل ساعتين ونصف لثلاث ساعات بناكل وجبة وجبة وجبة؟ مش جعاني بتاكل وجبة وجبة اللي هي عبارة عنها؟ وجبة اللي هو اغلبها بتكون تتكون مثلا البيض صدور تلجاج لا بشرب البيض ني صح؟ لا 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 اه بقول لا لا البيض ني لا بالعكس هو الناس مخطي عنه فكرة غلط هو اشي كتير سيئ اه اشي كتير سيئ وممكن نعمل الجورثومة طبعا اه ممكن نعمل الجورثومة ممكن يعني بعمل عندك مشاكل احنا بناكل البيض مسلوء عادة يعني تحكي لك 10 ال 15 بيضة بالوجبة الوحدة يعني 15 بيضة؟ بيض البيض نعم هاي من الوجبات الثمانية؟ واحدة من الوجبات الثمانية وفيها 15 بيضة؟ 15 بيضة بيضة اه اوكي لا تعليق لا تعليق يعني عز اغشير بس مش كل يوم كل يوم؟ كل يوم جد؟ كل يوم لعمدة 10 شهر هاي طبعا من خلال استدادك وتحضيرك للبطولات؟ للبطولات بالايام العادية اذا ما فيش بطولات بتلاقينا بنأكل شوي اخف يعني زي البنئات من الطبيعيين يعني ما بنأكلش لهذه الدرالية بس ما بنخاف عليكم عساس انتو بتحرقوا هاي الأشياء؟ لا كل شي محسوب يعني نكون حاسبين نعم بناء على بزن الجسم منكون حاسبين قديش لازم ناخد بروتينز قديش لازم ناخد كربوهايدرات قديش لازم ناخد دهون فكل شي احنا عارفينه يعني حاسبينه يعني الاكل الوجبة نفسها بتكون محسوبة فيها الأد فيها الأد فيها الأدة ما بنأخذ لا أكثر ولا أعل وتركت ثلاث سنين البطولة طبعا لكل منافسة؟ تركت ثلاث سنين من سنة 2007 لـ 2010 تركت الرياضة لاني قلت لي قررت اني ما أرجع شهر حسيت ما في دعم؟ مش حسيت هو ما في أصلاً يعني لا إلي ولا لغيري يعني ما كان في دعم أصلاً وأنا شخصياً ما قدرت شق حمل تكريفين حتى لو كان هناك دعم مادي مرات بحيث الدعم المعنوي ممكنها يعدل الطائية زي ما بيقولوا بس حتى ما فيش دعم معنوي طبعا حتى الدعم المعنوي كان مش موجود يعني بتلاقيه موجود من الناس بالضبط له مسحبك الناس ممكن تشوفوك بشارع ما بعرفوكي اه والله ومثلاً شغل منيح عملت بصرق حلو تتشجع انت بس الجهات المعنية ما تدخلت يعني يعني أنا لما روحت من بطولة العالم من كندا لليوم ما لقيت اتصال من الاتحاد الأردني ولا من اللجنة الأولمبية ولا من حدا يحكي لي مبروك اه ولا حتى يحكي لي مبروك نعم لا على تلفون يمكن مسج وما وصلت ولا مسج لا ممكن نستنعها بتوصل بعد شيء انا نستنع طيب أمتى قررت ترجع للمنافسة وليا لرياضة كمان الأجسام لما أعلن الاتحاد الكندي عن بطولة العالم اللي بدها تسير هاي صور يمكن كنت أصغر من هيك هادي الصورة كانت ببطولة البحر الأبيض المتوسط صارت بشهر ستة هاي قبل العالم هادي قبل بطولة العام هادي كان بشهر ستة سنة الماضية نعم شهر ستة الفين وعشرة جبت فيها اللي برونزية على وزن قدي؟ على فئة بسموها اللي كلاسيك بادي بيلدنج أنا شاركت فيها اللي هي مش وزن اللي كلاسيك بتطلع فيها على التناسق العام بشكل عام هادي وقتها حكوا مع الاتحاد قبل بيوم وجيت بدون ما أحضر للبطولة عشان كانت في الأردن؟ عشان كانت في الأردن نعم وفعاً بيحاولوا أنه كان أكبر عدم اللاعبين يشاركوا فيها هاي بطولة العالم؟ هادي صور بطولة العالم هادي صور بطولة العالم هون لما كنت جاهز يعني تلاحظ شوي في فرق بيكون بالله اللون قلتلي ايش تعمل؟ مش تشميس؟ عشان يكون ما فيش تباين بينكم في اللي جنبك يعني من الحكم واحد أبيض واحد أسمر صح ممكن يعني ممكن واحد يكون عضل وأحساب من الثاني بس عشان اللون الحكم من غش يعني يعني يعرفتي هاي كمان بطولة العالم هاي برضو بطولة العالم نعم اللي هي السنة الماضي بشهر 9؟ شهر 9 صارت بطولة العالم هاي كلها صور عن بطولة العالم؟ قلت لي رجعت عشان الاتحاد الكندي؟ الاتحاد الكندي معتلك انه تشارك بها البطولة العالم نعم وقتها هو اعلن عن البطولة العالم كان فيها 25 دولة مشاركة ما كان من ضمنهم ولا دولة عربية فقلت خلينا اكسبها فرصة اذا ما بحكوها وكون اول عربي مشارك فيها وفعلا تحضرت وشاركت لحالي وطلعت لحالي حتى يعني الدول المشاركة كانت 25 دولة كانوا طلعوا بصفة منتخبات يعني كان يكون اللاعب مع المدرب بتاعه مع الإداري مع المنتخب كامل الا انا لا اطلعت لحالي وقتها بس انت يمكن كان عندك عوائق في اجراءات السفر واخذ الفيزا صار عندي مشاكل بالفيزا لما عملت ورايا عساس اروح على السفارة الكندية رحت اتندم للفيزا اول مرة اول اشي رحت الاتحاد طلب منهم كتاب الاتحاد الكندي انا طبعا بعتلي انفيتاشن بعتلي دعوة اني اشارك ببطولة العالم الاتحاد الاردن المو رحت عندهم اول مرة رفضوا يعطوني الكتاب السبب؟ السبب انه ما بعرف انهما مش مشاركين بالبطولة هاي يعني انا نفسي مش فهمتش وقتها شو سبب الضبط انه انا مش مشاركين يعني نرفض بعد ان اشارملت نرفض يعني انا نفسي مش فهم لهلا شو السبب المزبوط يعني فروحت على السفارة وقدمت ونرفضت الفيزا تاعتي اول مرة عشان اتحاد مش معطيك موافقة بيحكوا لي هما طبعا يعني هما انت عارفوا هما دول الاجنبية عادة بيفطردوا بالعرب يعني بالذات يعني لما بدهم يقدموا بيفطردوا فيك انك انت رايحة تهرب مش رايحة تتبالي غير اذا انك طالعب صفة رسمية من بلدك وفي حدا ولكن انت اجاك انفيتاشن انا عندي انفيتاشن من بره من كندا من كندا بس هما بيحكوا لي وين ان الانفيتاشن تعتك اللي من اتحادك ليش انت مفيش عندك انفيتاشن من الاتحاد بتاعك المفروض اصلا انت اتحادك ولي يقدم مرأك مش انت وقتيها نرفضت اول مرة بعد اسبوعين روحت عليهم كمان مرة نرفضت كمان مرة ع السفارة ولا على الاتحاد ع السفارة فاضطريت بعدين احكي مع الناس بعرفهم باللجنة الولمبية وشرحت لهم الموضوع صار معي واحد تنين تلاتة وانا طالع وطالع امثل الاردن وطالع احساب الخاص يعني فحكوهم وقتها مع الاتحاد الاردني وحكوهم انكتوا يعطوني الكتاب يعني واسطة جبت الكتاب واسطة تقدر تحكي هيك نعم فطلعت انا على الاتحاد الاردني واعطوني الكتاب وقتيها وروحت ع السفارة وانقبلت الفيزا تعطي قبل البطولة باسبعين قلت لي تكاليفك الخاصة كيف جبت؟ طبعا ما عندكش انت دعم خارجي ولا من شركات خاصة ولا من مؤسسات خاصة ولا حتى لا دعم هو ما كان فيه ولا من اي شركة ولا من اي مؤسسة حتى الجميل اللي بتدرب فيه بدفع اشتراكه ولا من شركات السبلمنت ولا من اي حد لا هو كان الموضوع يعني من وقت ما اتخرجت من الجامعة خلال شغل انا كنت اشتغل مستشار تغذية ولاياقة بدنية بلاس البرسونال تريننج طبعا فبتعرف فيه كشب باول انتلاقته في الدنيا يعني بحوش قاعد عاد يعني بحوش ع اساس حالي وبتعرف زيجي ولاد وصاص يعني هذه العبرة كانت من التحويش اول اشي بعدين لما علعناه للاتحال كندي حابت شارك فيها فاضطرت استخدم المصاري اللي انا كنت بس بدنا تكاريف يعني بعدد الثمن مش عم نحكي احنا عن اكمل الف عم نحكي تكاريف كانت كتير عالي يعني العشر تشهر كلفوني بحدودة تلاتين الف دينار اردني اه انت عم تحكي عشر تشهر نعم تلاتين الف دينار اردني تلاتين الف دينار اردني تقريبا لانه كان كل شهر تكلفته بين الفين لألفين وخص مئة دينار وطلك من اكل لمكملات غذائية لفيزيو ثيرابي يعني اي اشي انت بتحتجي اخر اشي خمس تلاو دفعت بس حق السفر لانه من تيكت لالاقامة احناك عشر تيام مصروفة هناك البلد مش مش بلد الرخيص يعني احناك بس وما تعزموك عسابهم مش خصوص يعني احكي لك شغلة يعني احكي ست وجبات هناك أنا باكل باليوم كل وجبة كانت يتكلف أربعين دولار طيب ليش ستة ليش انت قلت لي اتناش او خمس تلاو هم لا تمانية باالاختي بلا احنا كنو بنشف شوي طبيعة أكلك بتختلف وأصلاً لو بدأ أكل 8 ما فيش مجالة عم تتكي بـ 40 دولار حقل الواجب الوحدة فكنا عادي منحاول نخش وي نختصر المساريع يعني أد ما منقدر ضمن البجت الموجودة معايا طب والبطولة كانت لك من يوم؟ البطولة كانت هي 3 أيام 3 أيام؟ تقريباً نعم وانت عدت 3 أيام ولا أكتر؟ أنا عادت 10 أيام لكندا عادت 10 أيام وقتها ما استغربوا أنك جاي فرد لحالك من غير ترينر أو مساعد من غير إداريين؟ بالعكس هم كتير استغربوا وكتير قدروا الموضوع يعني حتى أنا قبل ما أطلع من هنا هم كانوا عارفين أنه صار عندي مشاكل بالفيزا وأن الاتحاد الأردني ما ما تدخل موضوع الفيزا فهم نفسهم يدخلوا من موضوع الفيزا من هناك وحكوا مع السفارة أكتر من مرة لما وصلت أنا على كندا وأول ما وصلت على الوتيل لقيت ناس بيستقبلوني هناك من الاتحاد الكندي بعد ما خلصت البطولة رئيس الاتحاد الكندي بول ديلت وزوجته أليسون ديلت كانوا موجودين أوليا إحنا الناس اللي بنناخذك للمطار كتقدير أنك أنت جاي من الأردن يعني 23 ساعة الطريق كامل كان يوم كامل يعني أنت عم تحكي تقديرا إلا جيتك يعني من الأردن بس عشان تتباره يعني وفوق هذا أحرزت جبت الدهبيتين أنت لحالك وفش معك تغير نروفش معك الدهبيتين الأولى بطولة العالم والتانية؟ الدهبيتين من نفس بطولة العالم جبت الدهبية الأولى على وزن 90 كيلو جرام والدهبية التانية على لقب بطل أبطال العالم حكينا أكثر على الأوزان فيه 90 هما شوفي هي البطولة هاي كان فيها أربع أوزان اللي هما بسموها الوزن الخفيف المتوسط الثقيل وفوق الثقيل اللي أنا شاركت فيه الثقيل اللي هو بين 80 إلى 90 كيلو جرام كان وزنك 88 كان وزني 88 كيلو جرام على المسرح نعم بعد ما كل واحد يأخذ الميدالة الدهبية يعني كل واحد يجيب أول برجع بباروهم مرة تانية على لقب بطل أبطال العالم اللي رجعت تفوزت فيه مرة تانية والله ما شاء الله يعني جبت دهبيتين مش دهبيتين وبناء على الذهبية التانية اللي لقبت الأبطال العالم حصلت على كارت الاحتراف حصلت على كارت الاحتراف بعد هذا الموضوع كارت الاحتراف وقررت تسير محترف نعم هذا الاتحاد العربي الوحيد اللي مع كارت احتراف اللاعب الأردني والعربي الوحيد اللي مع كارت احتراف ما شاء الله وهي تأخذها من وي من اتحاد الكندي نعم من اتحاد الكندي اللي بناء بطولة العالم هاي سنة رح تقام في كندا كمان نعم بطولة العالم السنة رح تكون بـ 27-8 إن شاء الله بكندا هشارك ببطولة العام للمحترفين بسموها لأنه نظر منه في كرت احتراف طبعا بطولة العام للمحترفين بتكون وزن مفتوح بعدها بإذن الله تعالى بشهر 11 رح أشارك بمستر يونيفرس اللي بدها تسير بالهند م شاء الله يعني الأساز الكون سيد الكون نعم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى والتنتين ممثلين للأردن فيهم بغض النظر اندعموني أو ما دعموني شكرا لك زيد بالعكس أنا بدعمك كلنا مندعمك أكيد معنويا أكيد أبل مدينة وأكيد من ناشط كل اللي عم بيسمعونا هلأ من خلال الاتحاد من خلال شركات خاصة أفراد مؤسسات مجتمع مدني أي حدا بدعم هاي المواهب الرياضية وفكرية وغيرها شكرا كتير لك زيد مشاهدينا بعد الفاصل رح تكون معكم طبعا الشيف غادة تلي وأكلة زيدي خليكم معنا